لتنفيذ برنامج نمو الأردن الهادف لتوفير فرص دخل للأفراد عبر منصات الأعمال الحرة الرقمية أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أسماء المؤسسات الستة المستفيدة من البرنامج ليصبح عدد المستفيدين عشرين شركة ويتضمن البرنامج الذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي بتمويله من البنك الدولي تقديم مناح تصل إلى مئتي ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية 80% من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت وخدمات التعاقد الخارجي ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة اخترنا عشرين شركة التزمنا لإلهم بـ 6 مليون أو التزمنا لإلهم بـ 2.5 مليون دولار والوظائف حوالي 1322 وظيفة لغاية اليوم الشركات أخذوا الفند بشهر 2 اليوم عندنا 1322 موظف بيعملوا لدى هؤلاء الشركات أغلبهم من شركات الإسناد المحلي Business Process Outsourcing أو IT Outsourcing بإمكانكم 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 ب